جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل فضيلة الشيخ هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الشعر بالنسبة لرأسه هل ورد شيء في ذلك نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغذي رأسه وله لما تملأ ما بين منكبيه ويتعاهدها بالتنظيف والدهان وغير ذلك ترجيلها لألا تشعث ولألا يكون فيها روايح غير مناسبة فمن أراد أن يغذي رأسه اقتداءا بالرسول وعلى صفة ما جاء في السنة فلابس بذلك نعم